السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنكمل الفصل الاول من رياضيات الصفقة الثالث الجزء الثاني تحليل حلول المسائل الكلامية للتعرف على اخطاء الحل عندي مسألة محلولة في ولد حلها بطريقة خاطئة واحنا عايزين نقول ايه الصحبتها او ايه الغلط اللي هو غلطه الاول الخطأ اللي هو اخطاء وبعد كده نقول الصحبتها ايه المسألة دي محلولة احنا هنعمل زيها ورا بيقول تم رصف طريق طوله 354 كيلو متر على مدار ثلاثة شهور في الشهر الاول تم رصف 115 كيلو متر في الشهر الثاني تم رصف 127 كيلو متر فما عدد الكيلو مترات التي تم رصفها في الشهر الثالث هو عمل ايه العدد الكيلو مترات التي تم رصفها في الشهر الثالث جمع 354 زائد 115 زائد 127 جمعهم كلهم الخطأ اللي عمله نقول تم اضافة الطريق كله الى ما تم رصفه في الشهرين الاول والثاني طيب اللي المفروض يعمله يعني هو جمعت ثلاث ارقام على بعضها طيب انا بقولك هو المجموع اصلا 354 يبقى ازاي يجمعه على الباقي بقول له الاول انا بقول ما تم رصفه في الشهر الاول كان 115 وما تم رصفه في الشهر الثاني كان 127 طيب هو عايز يعرف الشهر الثالث كان فانا بعمل ايه بجمع الشهر الاول والتاني الاول طلعوا 242 وبعد كده بطرحهم من المجموع الايه كامل من الرصف الطريق كامل هيطلع لي الشهر الثالث اه تم رصف قد ايه تمام كده اتعلوا احنا نعمل واحدة زيها ثوب من الكوماش طوله 465 متر تم بيعه بالكامل على مدار ثلاثة ايام ففي اليوم الاول تم بيع 126 متر وفي اليوم الثاني تم بيع 998 متر فما عدد الامطار التي تم بيعها في اليوم الثالث نفس القصة هو عمل ايه الولد هو قال ان عدد الامطار التي تم بيعها في اليوم الثالث اه طرح الربعمية خمسة وستين من اه من يوم واحد بس من يوم واحد بس لأ طب غلط طب واليوم الثاني فانا كنت مخدتش بالي ان فيه تحت عمللني ما كان للحل زي المسألة الاولة كنت كتبة الحل هنا فالدنيا تلغبطت معي طبعا الصفحة بقى منظرها مش كويس اه فايه الصح بتاعنا ايه الغلط اللي هو عمله الاول اقول انه تم ترح الرقم الكلي من رقم يوم واحد بس طب ايه الصح الصح اقول ان اه ما تم بيعه في اليوم الاول كان مية ستة عشرين ما تم بيعه في اليوم الثاني كان مية تمانية وتسعين طب ما تم بيعه في اليوم الثالث ده اللي احنا عايزين نعرفه هنعمل ايه هجمع اللي تم بيعه في اليوم الاول والتاني وشوف كام تلتمية وعشرين بجمعهم من الرقم الكلي بقى اقول ما تم بيعه في اليوم الثالث ربع مية ستة وخمسين ناقص التلتمية وعشرين هتديني كام مية اتنين وتلاتين وده ايه ده اليوم التالت طيب تعا نشوف مسألة كمان محلولة وبعد كده هنحنا نحل وضعت وعد في الثلاجة اربع علب جبن في كل علبة تمن كتع وكان يوجد في الثلاجة سبع كتع جبن اخرى فما اجمالي عدد كتع الجبن في التلاج وعايز يعرف الاجمالي اجمالي يعني بجمع طب هو عمل ايه اول خطوة عملها صح ان هو ضرب الاربعة في تمانية عشان يعرف عدد الكتع الموجود في التلاجة دي كده خطوة صحيحة اللي بتسوي اتنين وتلاتين كتعة طيب العدد الاجمالي لكتع اجمالي اجمالي يعني عايزي اجمع لكتع الجبن في التلاجة هو عمل ايه قال اتنين وتلاتين نص السبعة اللي هي التانية فطبعا غلط بقول غلط اللعملية كانت مفروض تبقى جامعة مش طرح فبقول عدد كتع الجبن في العلبة دول اهم سبع كتع كانت موجودة في التلاجة يبقى عدد كتع الجبن في العلب اربعة في تمانية بتلاتين دي الخطوة الاولى كان عملها صح يبقى العدد الاجمالي لقطع الجبن في التلجة اتنين وتلاتين زائد سبعة بتساوي تسعة وتلاتين كتعة تسعة وتلاتين كتعة بقى احنا بنجمع مش بنا ترحوعة عمد غلط طيب تعا نشوف احنا بقى هنحلها جمعت سعاد خمس آآ وردات او خمس خمس بقات ورد في كل بقى تلات ورود وكان معها وردتان خارج البقات فما اجمالي عدد الورود التي معها يعني كان معها خمس بقات في تلات هنقول جمعت اجابة التلميذ هو عمل ايه قال جمعت سعاد خمسة في اتنين وردة في البقات ثم اضافت تلات وردات كانت خارج البقات هو عمل ايه اه ده هو لغبة هو المفروض يضرب خمسة في تلاتة وبعد كده يجمعها على اتنين هو عكس الخمسة في اتنين وبعد كده جمع عليهم تلاتة فالغلطة بتاعتوها كان يجب ضرب خمسة في تلاتة ثم اضافة اتنين كانوا خارج البقى طيب الحل الصحيح اقول عدد الورود في البقات 5 في 3 بتساوي 15 وردة اذا العدد الاجمالي للورود مع سعاد بساوي 15 زال 2 بساوي 17 وردة طيب تحا نشوف انا كمان قام تاجر بتوزيع 28 كيلو جرام من السكر بالتساوي على 7 كياس ثم اضافة لكل كيس 2 كيلو جرام فما عدد الكيلو جرامات من السكر في كل كيس اه هو عمل ايه قال يوجد الغلط اللي عمله يوجد 7 كيلو جرام سكر في كل كيس 5 كيلو جرام في المرة الاولى و 2 كيلو جرام في المرة التانية له مش كده خالص المسألة هقول الخطأ اللي هو قاله 7 كيلو جرامات خطأ هي 7 اكياس وليس كيلو جرامات لكل كيس اضافة 2 كيلو جرام طيب هنا عشان اعرف حل هقول الثمانية وعشرين دول على السبعة عشان اعرف هو حط في كل كيس بالتساوي كام فقلت هنا الثمانية وعشرين دي اسمتها على سبعة هو عملت سبعة دوائر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة دي السبعة اكياس بتاعتنا طب هو حط كام هقول تمانية وعشرين على السبعة طلع عندي اربعة لان اربعة في سبعة بتمانية وعشرين فانا حطة اربعة في كل كيس حطة اربعة وبعد كده ضاف اتنين كيلو لكل كيس يبقى اربعة زائد اتنين ستة يبقى في كل كيس حط ستة اروح تقيل لبقى عدد الكيلو جرامات التي وضعها في المرة الاولى كانت تمانية وعشرين على السبعة بتدين اربعة يعني في المرة الاولى حطة اربعة في كل كيس طيب بعد كده الاربعة دي زود عليهم اتنين يبقى اربعة زائد اتنين بتساوي ستة كيلو جرام طيب تعالوا نشوف القيم تلميزك المفروض الطفلة والحلة ده الواحده بيقول اكمل باحدة العمليات اللي هي زائد او ناقص او ضربة او اسمة في المكان الخالي اربعة على اتنين بتساوي سبعة واحد انا عايزة اعمل عملية اسمة بحيث ان الناتج اللي هيطلع هنا لازم هو هو اللي يطلع هنا تمام يعني انا قلت هنا بيقول لي اربعة اتنين في هالسبعة طيب انا عشان اخلي السبعة والواحد اعايزة الناتج هنا يبقى سبعة كمان اعمل ايه لو جمعت هيبقى تمانية ماينفعش لو طرحت هيبقى ستة ماينفعش لو قسمت اه سبعة على الواحد ممكن اه والضرب كمان تنفع سبعة في واحد بسبعة وسبعة على الواحد فيها السبعة برضو يعني ممكن تنفع عملية ضرب وممكن تنفع عملية ايه اسمة تمام كده طيب تعالوا نشوف التانية يبقى هنا عملنا عملية الضرب طيب تعالوا نشوف المسألة التانية بيقولي ايه تلاتة واحد طيب انا تعالوا نشوف اللي تحتها هنا سفر في خمسة بصفر انا بحل اول حاجة الاولى بنحل اول واحدة وبعدين بنشوف طيب انا عايزة اكتب هنا برضو او سبعة على واحد عشان برضو ايه ليعملها كده صح وليعملها كده صح قبل ما نصور الورق قبل ما نصور الكتاب يعني طيب اه هنا هشوف العملية الحسابية اللي موجودة عندي الاول سفر في خمسة هقوله بسفر طيب انا عندي سفر وعندي اربعة لو ضربتها هتديني اربعة لو طرحتها هتديني اربعة لو جمعتها هتديني اربعة مل اعمل ايه لأ هقول سفر على الاربعة بتسوي سفر سفر على الاربعة بتسوي ايه سفر فدي ايه هنا هنعمل عملية اسما طيب تعالي نشوف هنا خمسة في اتنين بعشرة خمسة في اتنين بعشرة يبقى لازم اخلي اللي اتنين والتمانية دولي سوى عشرة يبقى تمانية زائد اتنين بتساوي عشرة بقى انو نحطت هنا ايه اشارة الجامع طيب هنا عندي تلاتة في كمين 18 على الستة 18 على الستة بتسوي تلاتة طب 3 و 1 العملية اللي تخليني النتج بتاعي تلاتة هي الضرب 3 في 1 بتلاتة طيب 42 لا خلينا نحل اللي هي جهزة الأول 4 زئد 2 أقوله 6 طيب 42 و 7 لازم النتج بتاعهم يبقى 6 مش هتنفع طرح ولا هتنفع ضرب هتنفع اسمة 42 على ال 7 بتسوي 6 لان 6 في 7 ب 42 طيب 3 في 8 ب 24 طيب أنا عندي هنا 20 و 4 الإشارة اللي أحطها تديني 24 هنا حطينا إيه حطينا إشارة الجمع تمام كده طيب قام تلميس بالإجابة على المسألة الكلامية التالية قم بتحديد الأخطاء التي وقع فيها إذا كان أجر العامل هو 9 جنيهات في الساعة كم جنيه يحصل عليه العامل إذا عمل لمدة 4 ساعات وحصل على 20 جنيه إضافية خلال ذلك اليوم هنا التلميس عمل إيه ألفي هذا اليوم حصل العامل على 29 جنيه حيث حصل على 9 جنيهات مقابل عدد الساعات التي عملها و 20 جنيه إضافية الخطأ اللي وقع فيه حصل عامل 29 جنيه حصل حيث حصل على 9 جنيهات مقابل عدد الساعات التي عملها و 20 جنيه إضافية هنقول هنا عدد الجنيهات التي حصل عليها العامل مقابل عدد الساعات 9 في 4 9 في 4 بيسوي 36 جنيه إجمالي عدد الجنيهات التي حصل عليها في هذا اليوم هنقول 36 الناتج اللي هو طلعنا من الأول 36 زائد 20 بيسوي 56 تمام؟ لكن هو هنا عملها برضو مش مظبوطة أنا نسيت أكتب إيه الخطأ اللي هو وقع فيه هو قال هنا في هذا اليوم حصل العامل على 29 جنيه حيث حصل على 9 جنيهات مقابل عدد الساعات التي عملوا 20 جنيه إضافية فأنا بقول أن 9 في 4 بـ 36 وبجمع عليها الـ 26 وخمسين معلش أنا فيه ناس بتكلمني فمخلييني مش مركزة في الفيديو هو قال أنه حصل على 29 لا هو ما حصلش على 29 وحصل على الأول 36 جنيه وبعد كده لا يبقى هنقول هنا إيه؟ هنقول لا حصل على 36 جنيه هل تسعة وعشرون وليس تسعة وعشرون تمام؟ طيب كده خلصنا الدرس أشوفكم إن شاء الله في درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا